السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو هيكل التخزين Storage Structure يحتوي الحاسوب على أكثر من نوع من ذاكرة أو الأجهزة المخصصة للتخزين ويوجد أسباب لهذا التنوع والاستخدام كل نوع من أنواع هذه الأجهزة أما أنواع الذاكرة المستخدمة للتخزين هي الذاكرة الرئيسية Main Memory أو المعروفة كذلك باسم RAM Random Access Memory ذاكرة الوصول العشوائي تصنع هذه الذاكرة من أشباه الموصلات Simi Conductors وهي سريع نسبيا ولهذا السبب فإنها الذاكرة المتصلة المباشرة مع وحدة المعالجة المركزية CPU تستخدم هذه الذاكرة لتخزين برامج البيانات التي تقع حاليا تحت المعالجة Currently Under Processing هذا يعني أنه لتنفيذ برنامج ما فإنه يجب تحميله في الذاكرة الرئيسية ليصبح متاحا للتعامل معه من قبل وحدة المعالجة المركزية سيئة هذه الذاكرة حيث أنها مصنعة من أشباه الموصلات أنها متطائرة volatile حيث أنها تفقد محتوياتها بمجرد انقطاع التيار كهربائي ولهذا السبب فإنها لا تصلح التخزين الدائم للبرامج والبيانات للتخزين البيانات بشكل دائم تستخدم مصادة تخزين مغناطيسية حيث بانقطاع التيار كهربائي لا تفقد هذه الأوساط محتوياتها من أهم وسائط التخزين المغناطيسية القرص الممغنط والشريط الممغنط الشريط الممغنط magnetic tape يستخدم كوسط تخزين خارجي خارج الجهاز ولا يصلح كوسط تخزين داخلي لأنه يدعم الوصول التسلسلي فقط sequential access أما القرص الممغنط فيدعم كل من الوصول التسلسلي والوصول المباشر direct access واللي هذا فإنه الوسط الرئيسي الذي يستخدم كذاكرة مساعدة secondary storage حيث أنه امتداد للذاكرة الرئيسية ويوفر ساعة تخزين كبيرة غير متطائرة non volatile محركات الأقراص الصلبة hard disk drives أطباق معدنية أو زجاجية صلبة مغطاة بمادة تسجيل مغناطسية covered with a magnetic material سطح القرص مقسم منطقيا إلى مسارات trucks مقسمة إلى قطاعات sectors تحدد وحدة تحكم القرص التفاعل المنطقي بين الجهاز والحاسوب في الواقع هذا الموضوع وحدات قياس التخزين معروف إليكم وبالشكل سريع الوحدة الأساسية للتخزين في الحاسوب هي الرقم الثنائي البت صفر أو واحد البايت هو ثماني بيت في معظم الحواسيب تكون هذه أسغر مساحة التخزين الملائمة عادة نستخدم البايت بتخزين حرف واحد مثلاً في نظام الأسكي الموسع extended asci يمثل كل حرف ببايت ثماني بيت تتكون الكلمة من بايت واحد أو أكثر ونفذ الحاسوب العديد من العمليات بحجم الكلمة الأصلي الكيلو بايت هو 1024 بايت 12 بايت الميجا بايت 1024 كيلو بايت 12 كيلو بايت وعادة نعتبر الميجا بايت 1 مليون بايت الجيجا بايت 1024 ميجا بايت 1210 ميجا بايت 1 مليار بايت التيرا بايت 1024 جيجا بايت 1210 جيجا بايت البيتا بايت 1024 تيرا بايت 1210 تيرا بايت وتوجد أيضاً وحدات أخرى إكسا بايت ويتا بايت زيتا بايت وغيرها هذه هي وحدات قياس السعة في وساطة التخزين المختلفة في الواقع قياس السرعة في الشبكات يتم بالبيتس لأن الشبكات تنقل البيانات بيت في كل مرة التسلسل الهرمي التخزين يتم تنظيم أنظمة التخزين في تسلسل الهرمي تختلف مواصفات الأجهزة في التسلسل الهرمي من حيث السرعة، الكلفة، التطاير سبيد، كوست، بولاتيليتي أيضاً المسجلات داخل وحدة المعالجة المركزية هي وصائد تخزين تمتاز بسرعة عالية إلا أنها محدودة العدد وتستخدم بشكل أساسي لتخزين التعليمات تحت المعالجة وبعض البيانات التي تحتاجها التعليم والنتائج المرحلية وحدة المعالجة المركزية سريعة جداً البرامج والبيانات موجودة في الذاكرة سرعة الذاكرة الرئيسية بالرغم من أنها أفضل من سرعة الأقراص المغناطيسية إلا أنها تعد بطيئة بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية لحل هذا التباعد في السرعة طوّر الذاكرة مصنعة أيضاً كذاكرة الرئيسية من أشباه الموصلات ولكنها تمتاز بسرعة عالي وبسعات أقل تسمى هذه الذاكرة ذاكرة الكاش كاش ميموري تخزن في ذاكرة الكاش أو الذاكرة الموقعة البيانات المتوقعة استخدامها قريباً وبالتالي في أن أداء وحدة المعالجة المركزية يرتفع بحصولها على البيانات المطلوبة من ذاكرة الكاش تقع ذاكرة الكاش في أكثر من مستوى يمكن أن تحتوي وحدة المعالجة المركزية على مستوى أو مستويين من ذاكرة الكاش بالإضافة لمستوى ثالث من ذاكرة الكاش يقع عادة كبفر وسيط بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الرئيسية التسلسل الهرمي للتخزين المسجلات تقع داخل وحدة المعالجة المركزية ذاكرة الكاش تقع بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الرئيسية جميع وسائط هذه التخزين متطائرة لأنها تصنع من أشباه الموصلات في المستوى التالي في الهرم الذاكرة المساعدة سكندر ستوريج وهي ذاكرة غير متطائرة وتستخدم بشكل أساسي الأقراص الصلبة لاحظ لا يوجد تواصل بين الأقراص الصلبة وحدة المعالجة المركزية يجب نقل البيانات المطلوبة من قبل وحدة المعالجة المركزية إلى المستوى الأعلى منها وهو الذاكرة الرئيسية لتصبح متاحة إلى وحدة المعالجة المركزية ويمكن نقل هذه البيانات إلى ذاكرة الكاش حيث إذا احتجناها في المستقبل قريب ستكون متاحة في ذاكرة الكاش مما يجعل النفاذ إليها أسرع المستوى التالي وسائط التخزين الكبير جدا مثل أقراص الضوئية والأشرطة الممانطة وفي أغلب الحالات تستخدم هذه الأوساط بشكل خارجي هذه الأوساط تمتاز بسعات تخزين عالية وبتكلفة تخزين متدني إلا أنها بطيئة إذن لاحظ كلما ابتعدنا من وحدة المعالجة المركزية بالنسبة للسعة فإنها تزداد ساعة ذاكرة الكاش أعلى من ساعة مستجلات وحدة المعالجة المركزية ساعة الذاكرة الرئيسية أعلى من ساعة الكاش ساعة القرص الممانطة أعلى من ساعة الذاكرة الرئيسية وهكذا إلا أن الصورة أيضا تصبح عبطة أسرع وسط تخزين هو مستجلات وحدة المعالجة المركزية بعد ذلك الكاش بعد ذلك الذاكرة الرئيسية الأقراص الممانطة وهكذا إذن لو أخذنا القرص الممانط والذاكرة الرئيسية ساعة القرص الممانط أعلى من ساعة الذاكرة الرئيسية إلا أن النفذ للمعلومات فيه أبطأ وكذلك عام الآخر التكلفة كوست تكلفة تخزين عالية في المسجلات أقل منها في الذاكرة الرئيسية أقل في القرص الممانط وهكذا وهنا بالنسبة للتكلفة يجب المعايرة مثلاً ما هي تكلفة تخزين واحد كيلو بايت من البيانات أي لا نحسب التكلفة على السعر الكلية فتكلفة تخزين واحد كيلو بايت من البيانات في الذاكرة الرئيسية أعلى بعشرات المرات من تكلفة تخزين نفس الوحدة واحد كيلو بايت من البيانات في القرص الممانط ولمجمعات الأسباب السابقة أصبح واضحا لماذا يوجد لدينا عدة أنواع من ذاكرة طبعا العام الأساسي هو التطاير إلا أن العوام الأخرى مثل السعة والسرع والتكلفة تلعب أيضا دور في بناء التسلسل الهرمي للتخزين شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته